بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الدرس نكمل ما كنا قد بدأناه من حديثنا عن علامات الترقيم وكنا قد بدأنا الدروس السابقة ونبدأ هذا الدرس أيضا بالتعرف على علامات الترقيم حيث ذكرنا أننا سنكتفي في هذا المنهج إن شاء الله تعالى بالحديث عن أشهر علامات الترقيم وهي عشر علامات الفاصلة والفاصلة المنقوطة والنقطة والنقطتان والشرطة وعلامة الاستفهام وعلامة التأثر وعلامة التنصيص وعلامة الحذف والقوسان وكنا قد تحدثنا عن عدد من هذه العلامات فيما مضى وفي هذا الدرس إن شاء الله تعالى نكمل ما كنا قد بدأناه وسندرس الآن الشرطتان والمراد به الشرطتان أن تضع شرطتين بهذا الشكل ونريد أن نتعرف على المواضع التي تستعمل فيها الشرطتان وسنجد أن أشهر هذه المواضع هو أن الشرطتين توضعان في وسط الكلام ويكتب بينهم الألفاظ التي ليست من الأركان الأساسية لهذا الكلام بل يمكن أن يستغنى عنها في الكلام مثل الجمل الاعتراضية والتفسيرية وألفاظ الاحتراس وغير ذلك مما يقطع توالي الأركان الأساسية في الجملة الواحدة أو تعاقب الجملتين المرتبطتين في المعنى نضرب الأمثلة حتى يتضح الكلام إذا قلت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقول فإن أصل العبارة سمع رسول الله رجلا يقول وقولي صلى الله عليه وسلم هي جملة اعتراضية لذلك وضعت علامة الترقيم التي هي الشرطتان وضعت هذه الجملة المعترضة بين هاتين الشرطتين لأبين أن ما بين هاتين الشرطتين يمكن الاستغناء عن كأن نقول سمع رسول الله رجلا يقول والمراد هنا الاستغناء عن هذه الجملة دون أن يختل المعنى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقول الشحيح أعذر من الظالم فقال لعن الله الشحيح ولعن الظالم مثال آخر في قول النابغة أتاني أبيت اللعن أنك لمتني أصل العبارة أتاني أنك لمتني ثم أتى بهذه الجملة المعترضة التي لا يضر حذفها من الكلام لأنه لا يؤثر على أصل المعنى لو قلت أتاني أنك لمتني فوضعنا هذه الجملة المعترضة كما ترون بين شرطتين أيضا من أمثلة الاعتراض أن نعترض بالشرط كأن تقول شبابك لا خير فيه هذا أصل العبارة شبابك لا خير فيه إلا أنه أتى بجملة معترضة فقلنا شبابك إن لم تنفقه فيما يؤثل مجدك ويرفع ذكرك لا خير فيه فهذه العبارة المعترضة بين المبدأ والخبر توضع بين شرطتين كما ترون مثال الاعتراض بالقيد الفقر أهون على النفس من مذلة السؤال إلا أنه اعترض بقوله على مرارته لمزيد من الإضاح وبيان أن الفقر مهما كان مرا فإن مرارته أهون على نفس الكريم من مذلة السؤال ولذلك وضع هذه الجملة المعترضة التي يمكن الاستغناء عنها بين شرطتين كما ترون الفقر أهون على النفس فأمكننا الاستغناء عن هذه الجملة لاحظوا معي مثال الاعتراض بالجملة الحالية في قول الشاعر وكت ولم أخلق من الطير إن بدى لها بارق نحو الحجاز أطير أصل الجملة وكت إن بدى لها بارق نحو الحجاز أطير يعني وكت أطير إن بدى لها بارق نحو الحجاز وقد بيّن الشاعر هنا أو أراد أن يزيد العبارة توضيحا فقال ولم أخلق من الطير فوضع هذه الجملة المعترضة التي يمكن الاستغناء عنها بين شرطتين كما ترون مثال التفسير الذمام بالذال أنت الآن تفسر أن تقول الذمام لاحظ ثم قلت بالذال هدفك من قولك بالذال هو تفسير وتبيين الكلمة السابقة لذلك توضع هذه الكلمة التي الهدف منها التبيين توضع بين شرطتين كما ترى الذمام بالذال العهد والزمام بالزاي لاحظ أنك أتيت بها أيضا للبيان حتى تبين الفارق بين هاتين الكلمتين لأن الفارق بينهما هو أن الأولى بالذال والثانية بالزاي والزمام بالزاي ما تقاد به الدابة مثال آخر كأن تقول يجوز تقديم المفعول به على الفاعل مثل شرب الدواء المريض فالمفعول به الدواء تقدم على الفاعل المريض لاحظ معي أنك أتيت بكلمة الدواء حتى تفسر بها قولك المفعول به وأتيت بكلمة المريض حتى تبين من الفاعل من الفاعل مثال الاحتراس قول ابن المعتز يصف فرسه صببنا عليه ظالمين سياطنا فطارت بها أيدي سراع وأرجل وهو في الحقيقة يصف مجموعة من الخيل فيقولون صببنا عليها ظالمين سياطنا فطارت بها أيدي سراع وأرجل ومثال الاحتراس قول ابن المعتز يصف الخيل صببنا عليها ظالمين سياطنا فطارت بها أيدي سراع وأرجل لاحظوا قوله ظالمين يمكن أن يستغنى عنها لأنها جملة معترضة فنستطيع أن نقول صببنا عليها سياطنا فطارت بها أيدي سراع وأرجل وقوله ظالمين هو احتراس حتى لا يظن أن هذه الخيل ليست من عتاق الخيل المضمرة فهو يقول أن نضربها ونحن ظالمون لها لأنها في عدوها ليست محتاجة إلى الضرب حتى تسبق غيرها من الخيل عندنا تعقيب مهم جدا وهو أن كثير من الكتاب قد يستعمل القوسين بدل الشرطتين في جميع المواضع التي سبق شرحها وهذا الاستعمال جائز ومشهور يعني جميع المواضع السابقة يمكن بدل الشرطة الأولى والشرطة الثانية بدل هاتين الشرطتين أن أضع القوسين لذلك لسنا في حاجة إلى أن نشرح علامة الترقيم القوسين بعد الآن لأن مواضع الشرطتين هي نفسها مواضع القوسين كأن تقول المال كأن تقول المال إن لم تحصنه بالخلق الحميد يصير مطية الانحراف الملحوظة هنا مهمة جدا وهو أنه لا يجوز وضع علامة من علامات الترقيم في أول السطر إلا علامة التنصيص والقوسين وقد تعرفنا على القوسين هنا وسنتعرف على علامة التنصيص في الدرس القادم إن شاء الله تعالى